السلام عليكم هناك سؤال وردني من احد المشاهدين بخصوص خبر تم الحديث عليه المؤخرا في الولايات المتحدة الامريكية وهو خبر يتعلق باستبدال الانكم تاكس يعني الضرائب الفيدرالية بضرائب يطلق عليها بالكونسامشن تاكس بمعنى انه كل سنة نقوم بالتصريح الضريبي ففي حالة تمرير هذا القانون الذي هو الان مشروع قانون طلبه الجمهوريون هناك مشروع قانون يطلق عليه بالفير تاكس اكت في حالة تمرير انت غير مطالب بدفع اي ضريبة يعني مثلا دخلك 15 دولار للساعة لنقل مثلا شخص دخله 15 ساعة يشتغل 40 ساعة في اسبوع 15 ضرب 40 600 دولار في حالات تمرير هذا القانون سوف تحصل على 600 دولار يعني مثلا في اسبوع بمعنى ضرب اربعة اسابيع 2400 دولار لنقرب الشهر سوف تحصل على 2400 دولار لكن حاليا الوقت الذي نتحدث فيه هناك ضرائب هناك ضرائب رواتب هناك ضرائب اه كثيرة يتم اقتطاع اقتطاعها من دخلك فاذا كان دخلك خمسة عشر دولار للساعة ويجب دخلك ان يكون شهري هو الفين وربعمائة دولار تجد نفسك يعني تحصل فقط على الفين ومئة دولار او الفين او واربعين دولار مثلا لان هناك اقتطاعات يتم اقتطاعها من يعني مدخول فالجمهوريون يقترحون يقترحون اه قانون يطلق عليه بالفير تاكس اكت اوكي الفير تاكس اكت يريدون استبدال الضرائب الفيدرالية وضرائب الرواتب بضرائب المبيعات او ما يطلق عليه بالكونسامشن تاكس بمعنى انه في بداية السنة يعني الان الناس الذين يريدون التقديم على التصريح الدريبي هناك العديد من ينتظر وهي الوثيقة او الاستمارة التي تبين جميعها معلوماتك الشخصية للصنة الماضية والتي على اساسها تقوم بالتصريح الدريبي هناك اناس يحتاجون الى مثلا وثيقة او استمار 1099 او الناس التي مثلا الناس الذين تشغل في اوبر او الناس الذين هم يعني لا يشتغلون مع اناس اخرين يشتغلون لانفسهم هناك الناس الذين يبيعون ويشتغلون ويحصلون على اموال عن طريق كاش شابس عن طريق اه فيلم وغيره من الامور في يحتاجون الى تلانينان من تلك الشركات او شركات التطبيقات ففي حال تمريري هذا الامر الان هو مشروع قانون في حال تمريري انت غير مطالب بدفع اي ضرائب بمعنى ان شيك الذي تحصل عليه في 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 عملك سوف تحصل على مئة في المئة لن يكون هناك اي اقتطاب الان هذا هو الامر الذي يطالب به هذه الفئة من يعني اه الجمهورين فكما قلت هذا المشروع يطلق عليه فير تاكس اكت هذا المشروع ليس وليد الان هذا المشروع تمت المطالبة به ابان حكم الرئيس الامريكي الاسبق بيل كرينتون في سنة الف وتسعمائة وتسعة وتسعين انا داك طلب بهذا الامر لكن لم يصبح قانونا انا داك الان هناك جمهورين يطالبون بهذا الامر فالفير تاكس اكت سوف يتم استبدال ضرائب الدخل الفيدرالي فيدرال انكم تاكس هي يعني الاموال التي تحصل عليها حينما تقوم بتصريح الدرائب ضريبي او ضرائب يتم اقتطاعها من طرف الدولة ضرائب الرواتب يعني كل شيك تحصل عليه كل اسبوع وكل اسبوعين يتم اقتطاع ضرائب يتلق عليها بضرائب الرواتب هذه الامر يريدون استبدالها أو إلغاءها. ضرائب الرعاية الصحية ضرائب العمالة يعني الداتية أو ما يسمى بالسلف إمبرود. يعني إذا كنت سلف إمبرود لن تدفع ضرائب ضرائب الشركات أو الكوربوريت تاكس لن تدفع ضرائب. يعني حينما تسمع بأهذا الأمر تأكد شخصيا أقولها شخصيا أن هذا المشروع لن يصلح قانون لن يتيم تبريبا لأنه ضروري من الشركات والأغنية أن يدفعون الضرائب. إذا توقفت الشركات بسبب هذا القانون من عدم دفع يعني الضرائب الفيدرالية فهذه خسارة للدولة وسوف أودع لكم يريدون إلغاء هذا البرنامج وتعويضه ببرنامج آخر يطلق عليه بالكوربوريت تاكس أو ضريبة الاستهلاك أو المستهل فهذه الضريبة هي ضريبة على ما ينفقه الناس لا على ما يكسبه الناس. أوكي مثل ضرائب مبيعات التجزئة ضرائب مثلاً القيمة المضافة وغيرها من يعني الضرائب فعوض أن تدفع الضريبة على ما تكسب تدفع ضريبة على ما تنفق يعني مثلاً شخص ذهب إلى محل لشراء حداء أو شراء يعني لباس فحينما يشتري ذلك الحداء مثلاً تكون قيمة الحداء مثلاً ننقل خمسين دولار حينما يدفع يجد نفسه يعني دفع مثلاً أربعة وخمسين دولار أربعة وخمسين دولار أو خمسة وخمسين دولار فالخمسة دولارات الإضافية هي ضريبة سيلز تاكس ضريبة مبيعات يطلق عليها بالسيلز تاكس هذا أمر عادي مثلاً في الوقود حينما تذهب إلى محطة بنزين وتشتري البنزين وتضع مثلاً تشتري مثلاً 20 دولار من البنزين فتلك القيمة التي تشاهد في أعلى المحطة يعني مثلاً القالون بـ 3.9 مثلاً 3.20 دولار 3.20 سنت فهناك في ذلك القيمة المالية هناك مثلاً 18 سنت كضريبة على كل قالون للولاية لأن كل ولاية تفرض ضرائب على الوقود يطلق عليها بالإكس سايز تاكس فهذا الأمور يجب على الناس يعني فهمها فالدولة من خلال الفير تاكس أكت تريد فرض 30% على كل المشتريات التي يعني يقوم الناس بشرائها يعني حاولوا فهم ماذا أقصد وابقوا معي إلى النهاية أنه سوف أوضع لكم هل جميع سوف يدفع تلك يعني 30% أم لا سوف أوضح لكم الأمر فمثلاً هناك شخص يذهب إلى مورمارك يتسوق يدفع 100 دولار سوف تفرض عليه 30% بمعنى أنه سوف يدفع 130 دولار هذه هي الكونسامبشن تاكس أو ضريبة الاستيلاك هذا ما يريده هؤلاء من خلال هذا البرنامج بالطبع العديد من الناس سوف يقول من هو الشخص المسؤول على جمعي أو متى تفرض تلك الضرائب الضرائب تفرض حينما تقوم بيعني الشراء ذهبت إلى محل شراء ملابس تدفع الضربة يعني حينما تدفع 100 دولار سوف تجد أن هناك زيادة بـ 30% اشتريت يعني طلاجة سوف تلاحظ أن هناك زيادة بـ 30% على القيمة المالية وهكذا أوكي الآن سوف أوضح لكم متى لا تفرض هذه الضربة الآن تحدد على أنهم يريدون استبدال الضرائب الفيدرالية وضرائب الرواتب بضرائب الاستهلاك على الكونسامبشن تاكس لكن هناك يعني وقت لا يجب عليك أو أنت غير مجبر بدفع تلك الضربة وهي حينما تشتري أي شيء يوزد يوزد مستعمل يعني مثلا إنسان يريد شراء سيارة جديدة أنت مجبر بدفع كونسامبشن تاكس تريد شراء سيارة مستعملة أنت غير مجبر بدفع ذلك الأمر الآن من هو المسؤول على هذه الأموال هذه الأموال في الأخير سوف تعود للولايات وليس للحكومة الفيدرالية يعني ليس للدولة هذه الأمور الأموال سوف تعود للولايات بالطبع الأمور سوف يكون هناك ضغط على الولايات وكما قلت شخصيا هذا الأمر يعني لا أعتقد أنه سوف يتم تمريره لأنه كما قلت تم الإعلان على هذا القانون في 1999 حيث بين حكم الرئيس الأمريكي بير كرينتون ولم يتم تمريره وحتى ولو تم تمريره في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بنسبة بسيطة ولنقول تم تمريره وصوت عليه لا أعتقد أنه سوف يتم تمريره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه يعني ديمقراطي لنقول حصل شيء ما وتم تمريره في مجلس الشيوخ لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي سوف يصادق عليه ليصلح قانونه فهذا فقط لأوضح لكم هذا اللغط لأنه هناك العديد من الأسئلة تردني بخصوص هذا الأمر هل صحيح أننا ندفع ضرائب فهناك أمور وضحتها في هذا الفيديو أعتقد أنها سوف تبين لكم أنه في الأخير أعتقد شخصيا أنه من المستحيل تمرير مثل هذه القوانين لأنه حينما ألاحظ أنه مثلا شركات الكوبرا الكوربوريت كامبانيز لن تدفع يعني تاكس فهذا الأمر وسوف تدفع فقط يعني درائب الاستهلاك أو المقتنيات أو غير من الأمور فشخصيا هذا الأمر يعني أعتقد أنه خسارة للدولة لكم التعليق على هذا الأمر شكرا لكم والسلام عليكم